رحمة الله وبركاته الزمالك استعد بالعرض الجديد للنادي البرتوالي تصرحات النارية العالمي يطالب وتقدير لعب الزمالك نبتدي بتقدير لعب الزمالك نموذج محترم اعتبر احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ان لعب يوسف اوباما لعب الفريق الاول لقرة القدم بنادي الزمالك نموذج محترم من ابناء نادي الزمالك وتعلق يوسف اوباما مؤخرا واحرز هدف الفوز لفريقه امام ابو سليم الليبي في الجولة الاولى من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية ميدو وخلال تصرحات له اكد ان يوسف اوباما لاعب مميز وله دور كبير في الملعب وداخل غرفة ملابس اللاعبين قائد للفريق وطلب ميدو بتقدير يوسف اوباما لانه نموذج محترم وله دور كبير من زعودته الى الزمالك من الاعارة في الدوري الساودي يذكر ان ميدو وهو اول من منح الفرصة للعب يوسف اوباما عندما كان مديرا فنيا للفريق عام 2014 وقام بتصعيد اللاعب من الناشئين فعلا يوسف اوباما لعب مميز لعب محترم دلوقتي بيقدي في الملعب بشكل ممتاز جدا بس مش معنى كده اخ ميدو ان كل واحد يدخل له هدف او يلعب كويس ان احنا نقدره نقدره بمعنى ايه هو في عقد مع الزمالك العقد ده معمول علشان يلعب في الزمالك ويجيب اهداف او ما العقد ده معمول ليه لو ملعبش كويس بمفروض يتخصم منه الهزيمة لها خصم ولها عقاب والفوز خلاص انت واخد عقدك عشان تفوز ما هو لو كل لاعب هنقدره قدرني قدر زي الاخ كلنا عارفينه قدرني قدر لو كل واحد جيه ودخل جون وقدرني قدر يبقى مش هلاحق على اللعب مش معنى كده ان احنا لازم علشان يفوز ياخد حاجة او نقدره او نديله مكافأة لا هو معاه عقده مفروض يلعب وتميز وانه نلاعب في نادي الزمالك لازم يبقى يقدم عرض ممتاز يليق بنادي الزمالك لكن قدرني حكا نقدره وما نقدره موضوع هيفتح علينا ابواب كتيرة واحنا شفنا الكلام ده بالنسبة لزيزو لما لقينا امام عشور غر منه وفاته دلوقتي بيغير منه كل واحد بيغير من الثاني لانهم كلهم شايفين نفسهم احسن كل واحد شايف نفسه احسن من الثاني فاحنا بنقول ان اوباما لعب مميز لعب كويس لعب محترم بيجيد الاهداف لكن مش معنى كده ان احنا كل اللعب يدخل هدف نميزه عن باقي اللعبة نروح للعلامي يطالب عنصر جديد في جهاز زمالك طلب الاعلامي احمد حسن ميدو باضافة عنصر جديد الى الجهاز الفني للفريق الاول لقرة القدم في النادي ده لقب على فكرة العالمي مش اسطورة مزيفة لا كل عارف من هو ميدو اشار خلال تصرحته انه ليس دور محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى زمالك الحديث فلاسلكي واشدد انه لابد من اضافة عنصر اخر لجهاز الفارس الابيض ويجب على اوسى التركيز على تدريب الحراس وتحركات المدافعين اثناء اللقاء هو ده اللقب بتاعه عبد المنصف مسمو اوسى واكد على ان اضطرار اوسى لنقل معلومات من محلل الاداء لمعتمد جمال المدير الفني المؤقت للابيض ليس دوره وتم يتحتم على ادارة القلعة البيضاء اضافة عنصر جديد الى الجهاز الفني للفريق اصله فاضي بعد يتكلم فلاسلكي تماما اعتمد جمال شايف كل حاجة فاحنا مش عايزين اللغة اللي بيحصل ده في النادي بعد كده هنروح للزمالك استعد بالعرض الجديد للنادي البرتغالي في حالة رفض العرض الاخير عرض جديد جاهز على طولة مجلس الادارة لتقديمها الى نادي سبورت انجليش بونا كشف مصدر من داخل نادي الزمالك من عرض جديد جاهز على طولة مجلس الادارة لتقديمها الى نادي سبورت انجليش بونا وذلك من اجل حل الازمة المتواجدة في الاتحاد الدولي لقرة القدم والتمكن من رفع ايقاف القيد عن الفريق الاول قبل شهر يناير المقبل يا اخوانا احنا خلاص باقي شهر الزمالك حاليا يترقب رد من النادي البرتغالي على مقترح تاني بدفع المبلغ على دفعتين بدلا من التقسيط على عدة دفعات وفي حالة رفض الجانب البرتغالي هذا العرض هناك عرض اخر جاهز وهو دفع 70% من المستحقات للنادي البرتغالي مع جدولة بقية المبلغ خلال الفترات القادمة ويأمل الزمالك في موافقة النادي البرتغالي على احد تلك العروض وتواجد حل سريع للازمة من اجل رفع القيد قبل يناير المقبل وتمكن من قيد الصفقات الجديدة خلال موسم الانتقالات الشتوية القادمة الزمالك السعادة لمواجهة فريق نادي فيوتشر يوم الاربعة المقبل على ملعب السادة القهرة في الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام نبتدي بالحديث عن التقصيد اللي هم أقدموه الأول وقعت شهره وترفض بعد كده قلوهم لا طب احنا ممكن ما نقصتش لو انتوا رفضتوا في عرض تاني اللي هو ايه ندفع نص المبلغ طيب لو ده ترفض ممكن ندفع 70% طيب يعني كل عرض بتقدموه الرضي بيجيلكو بعد شهر انتوا ليكوا أكتر من شهر قاعدين على الكراسي بتاعتكم الكل عارف انكوا كلكوا رجال أعمال ومعاكم ملايين قدي كده على قلوبكم انتوا مش جايين تحلوا مشاكل لنادي الزمالك انتوا جايين واخدين الزمالك واجهة ليكم يعني ايه كل شوية قاعدين بتفكروا في عروض تقدموها لنادي سبورت انجليشبونة علشان التقصيد يا اما 70% طب المرة الجاية هتبقى 80% لو ما افقوش على 70% 80% نعود لنا سبعين ثلاثة لنقدم لهم كمان 90% ايه التهريج اللي بيحصل ده انا حاس انهم بيعين سمسرة مش ناس كبيرة كده ورجال اعمال وناس تقيلة الناس التقيلة دي تدفع وبعدين تطالب لنادي الزمالك يعني لما يبقى نادي الزمالك متعسر انتوا جايين وعارفين النقطة دي ان هو عنده مشاكل كتير وجايينه في البرنامج الانتخابي بتاعكو انكوا هتفكوا كل الزمالك وتحلوها انتوا بتعملوا ازمة في الزمالك انتوا وجودكوا في الزمالك ازمة وازمة كبيرة لنادي الزمالك لما نعود بالشهر والاثنين والثلاثة بنقدم عروض لسبورت انجليش بونا علشان الغرامة لأ نقصتها لأ ندفع نصها لأ ندفع 70% منها لأ بعد كده 80% ايه اللي بيحصل؟ ايه التهريج ده؟ انتم قولين؟ ايه ده؟ ايه شغل الزبالين ده؟ او الله ده شغل ده شغل الزبالين؟ محترم ناس الزبالين يعني؟ لا مش شغل ناس رجال اعمال محترمة ناس معها ملايين الناس دفعت في الحملة الانتخابية بتاعتها ملايين الملايين انت مش قادرش انت تدفعها وكلك وكده انت كانوا واحد في المجلس انت مش واحد ولا اتنين ولا عشر لابسين بيدل وكرافطات وحطين برفنات وقاعدين عالجرازي تكتبوا بس بينات طب وبعدين واخرتها يعني ده مجلس فاضي مجلس من الاخر مالوش لازمة مجلس جاي للزمالك علشان يخلي الزمالك واجه لي واجه لشغله كل عضو داخل نادي الزمالك واخد نادي الزمالك واجه لشغله مش جاي حل ازمة لنادي الزمالك كل واحد خايف يحط ارش في نادي الزمالك مع انك يا اخي لو تبرعت مش تبرعت دفعت مبلغ لنادي الزمالك كل واحد فيكو لو دفع مبلغ لنادي الزمالك وحفظ حقه بعد كده انه هو هياخده كل الازمات هتتحل مش سبورتنجل شبونة بس كل الأزمات اللي في النادي هتتحل لكن أنتوا لا أنتوا ما فيش حاجة في دماغكم ما فيش حاجة في دماغكم إنكم أخذتوا الكرنيهات خلاص وبقتوا خلاص العضو والرئيس والأمين السندوق وكله وشغله تمام مظبوط النادي الزمالك إيه ده اللي تفكروا فيه وبتاخدوا دولارات من الخطيب ولا إيه الحكاية ولا لس شوي عايز منكم إيه تاني غير إنكم تشيلوا اليافطة بتاعة الوطنية والكرامة ونادي القرن الحقيقي وتشيلوا الرئاسة الشرفية من مرتضى منصور علشان يساعدكم في دولارات لشغلكم فعيب يعني اللي بيحصل ده عيب مش عارفين نعمل إيه اللي احنا بنسمعه كل يوم ده لكن ربنا يفكى من عنده إن شاء الله ربنا يعدلها من عنده تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم نادي الوطنية والكرامة نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات مش بالحكام والمحسوبية تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم تحية كبيرة للجمهور العظيم جمهور نادي الزمالك المحترم تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم